احنا بنقول دايما اسمع كلامك اسدقك اشوف امورك استعجب واحنا بنسمع كلام المسئولين بنصدق لان المفترض نصدق حنصدق مين يعني ما هم الحكومة ما هم النظام ما هم المفترض ان احنا نسمع كلامهم ونصدقهم لكن نشوف ارض الواقع نلاقي الموضوع مختلف تماما وقلت مبارح وحقول تاني النهاردة ان التصرحات حاجة والواقع حاجة تانية تماما التصرحات اكد انك عايش في المدينة الفاضلة اما الواقع فهو اللي بيبقى قدام حضراتكم على الشاشات وفي الفيديوهات وفي المشاهد وفي الصور الناس تعبانة زهقانة مخنوقة حتى في القطاع الصحي مش عارفة تتعالج نسمع كلام عوض تاج الدين نلاقي الدنيا زي الفل نروح لمستشفى المينيا مثلا فنلاقي امن المستشفى بيعتدي على الاهالي والمواطنين بالاخشاب والاحزمة بالشكل اللي انتو هتشوفو ده اشتركوا في القناة لا انا معلش عايز اجي هنا حسان اه ده ايه يا جماعة الفيديو كده بييجي من اولة هوت ده في المستشفى ومسعفين اهو مسك الحزام ده فين ده مستشفى ولا سجن ولا ايه ده ايه ده يا جماعة هذا الفيديو منسوب لمستشفى المينيا واحنا بنوجه نداء وبلاغ للنائب العام دلوقتي ده بيحصل جوال مستشفى ده بيحصل داخل المستشفى الشوم والاحزمة الراجل طلع الحزام وبيضرب المواطنين وبيعتدي على المواطنين المواطن الغلبان اللي زيك ده يا مواطن غلبان انت كمان بالمناسبة هم الاثنين غلابة وهم الاثنين في المطحنة وهم الاثنين في المفرمة وهم الاثنين طلعينهم وهم الاثنين مش لقين اللضة وهم الاثنين مش لقين ياكلوا وهم الاثنين بيضربوا بعض لكن لما تطلع من امن مستشفى يطلع بالحزام وبالشوم ومسك الناس الست والراجل بالشكل دوت بهذا الشكل وواحد تاني جاي يلحقه واحد تالت بالشوم والحزام يعتدي على المواطنين ليه والمصلحة مين وانت بتعمل كده ليه هو مواطن زيك ولا مش زيك اخوك ولا مش اخوك دي ممكن تبقى والدتك ولا مش والدتك. وبتسيبهم يتم التجاوز في حقهم بالشكل ده وترفع عليهم الحزام وترفع عليه الشومة ممكن تعوره وممكن تصيبه. عشان انت عندك سلطة وفي الاخر ايه سلطتك يعني امن جوه مستشفى يعني. الحقيقة مشهد مقزز بدأ ينتشر على وسائل التواصل الاجتماعي هذا المشهد من المشاهد اللي لابد. ان يتخذ اجراء. احنا بنوجه بلاغ للنائب العام دلوقتي بشأن هذا المشهد. قلولنا يا جماعة ازاي ده يحصل في مصر ويحصل جوه هذه المستشفى. وقلولنا مين لي ماسك الشومة ده? ومين لي ماسك الحزام ده? ومين المواطنين دولة اللي شكلهم مواطنين غلابة رايحين يسألوا على علاج ولا يسألوا على حجز في مستشفى ولا عايزين يعالجوا حد من ارايبهم ومن اهلهم. وهو ده المشهد الواقعي. والحقيقة هو ده اللي بيحصل في مصر بجد. مش تصريحات عوض تاج الدين وتصريحات مش عارف مين وتصريحات مين وتصريحات وزير التعليم وتصريحات بتوع الاقتصاد وتصريحات بتاع الاستثمار.